اللي حسيت إنه كان فارق كتير قوي مع فريق TPL حتى في الماتش اللي كسبوه كان فيه كومبو عاملينه وكانوا فعلاً كونفورتبول عليه لما كانوا بيلعبوه لما كان فيه ووه كونج في الجنجل وكايسا في الـ AD-Sero والكان اللي اتنين طول بيعرفوا يعملوا كومبو بتاعهم بشكل كويس جداً بحس إن كايسا تبدأ التأساسينات حد أصلاً من الباك لاين من قبل مرة فايل تبدأ وبعد كده تيم كله يبقى مستريح تباقي التيم فايل فبثيالي لو جي في أديهم الـ combo ده ممكن نشوف منهم أداء مختلف ونشوفهم فعلاً بيتجيبوا الوين التاني لهم إنه ناحية تانية فريق عبالو الصحبة الموضوع شوية بيبقى غريب وبنبقى مستنيين إنه هما نشوف اللعبة في الـ performance بتاعهم لأن لحد دلوقتي إحنا عارفين اللعبة دي أغلبهم على المستوى الشخصي بنشوف أداءهم أعلى من كده بكتير جداً ولكن لما بتحطوا كلهم مع بعض بيبقى فيه شوية miscommunication أو مش متفقين كلهم اللي المفروض يتعامل ولكن أتمنى أكيد إن إحنا نشوف الكلام ده مش موجود المرة دي قدام فريق TBL عشان يشوف موضش قوي جداً ما بين الفريقين بشلاطي كلمنا دلوقتي على البانزل موجودة Nocturn ورامبل على طول من عند فريق عبالو الصحبة قدام TBL ولكن لماذا Nocturn لسه بدي أحكي لك آخر فترة عم نشوف التاكت بانزل كتير عم تيجي لناحية ثانية هاي رامبل وهي الفيورة راحوا وشفناه لعب آخر جميعين الفيورة بس نكون معك جداً صريح عم بلعبوا فيورة بس بيت بلوش عم بلعبوا الجيم بلاي تابعتهم دائماً الديسجن ميكين تابعتهم كثير متأخرة دائماً بيخافوا يعملوا أي كول أغرسيف نشوفهم دائماً بيكونوا مثلاً الفرس بلادي ممكن تتأخذ دقيقة عشرة ثير طبيعي تكون بلعبوا حوالين الأبجيكتفز إذا شافوا أنهم بيخسروا بهم الحال و بطلعوا فبتلاقيهم ثير متراجين بالجولد هم اللي ساتوا مش عاملين أي ديسجن بالجيم هاي مشكلة تيبيل الكبيرة اللي جاي بهذا السيزن عبعال هس عم بابلوا الدرافت نفس نفس الدرافت أي تيبيكل درافت عم بيجي ضد تيبيل ما أغيروا إشي كثير فيه غير يمكن بعن نوكترون اللي نضافوه وبعن فيورو بس الأشياء الثانية كلها تباسيك أخذوا الووكون هم رح نشوف يعني سهرات تقريباً شميه غيرنقول مملة بس شبه تيبيكل درافت عم نشوف في كل جيم ووكون فيرس بك عم نشوف ضده عم نروح ليليا عم نشوف مثلاً غوين فيرس بك عم نشوف بعدي عبقية الحالو بروح ووكون والآخره يعني أشياء تيبيكل هون ترسانة از اوبن هون الجنجل ليليا از اوبن أنا ما أغطل رحشوف ليليا مع ايضاً فليكس بك زي كارما بس نونو صوري كارما بس نونو صوري كارما بس نونو صوري نحن نرى كارما وين ليليا في مرحبتي ديكاب موجود اليوم يا شباب ديكاب أنا شايف الاسم يعني فورد الفرش ديكاب الزبير عبوك يعني حنغير الكلام كل مرة كيف حالك انت بويس والله حب اشتكلاتي كلها حكيتها كبوها بزبالة بالضبط كبوها بزبالة فعندنا البيك يعني الحلو في ديكاب أنه حب لعب بلاي ميكين وكاريين شامبيون يعني سواء ميجر انجيش سبورت زي أليستر ولا زي ثرش أبت سابقاً أو بجزات لما يكون قدامه ستتب يعطي البايك أفضلية وبما أنه يعني طبعاً هما في البلو سايت فموضوع أنه والله يختار سبورت تو كونتر تي بيل فأنا في الحالة هذي أفضل انه تي بيل يجب أن يجب أن يجب أن يكون البطلين حقهم بس بالنسبة للبيكس الباقية إلى الآن نحن نشوف البيكس كلها متى زي ما قلتو غاليو مزبوط إذا ما أخذوه سنشوف غاليو يعني بان بس فعلا غاليو غاليو بس فعلا غاليو غاليو حتى لو أخذوا كونتر بيكس بالميدلين بس أنت ضدك ليليا جوان معك كاميل ومعك غاليو معك غاليو يعني بيكينغ أش هنا يمكن ما بيلاعب غاليو ما بدي أظلم حدا يعني ممكن يكون فعلا ولكن ريفنجر بيتالي مش فعلا بيلعب على غاليو كتير بيتجه أكثر الحاجات زي سندرا زي كوركي فلاديمير للشامبيونز الليب بتبقى هارد سكيل في الليد جيم مش غاليو أن هو يلعب على الروند 10 بتاعه ما شفناش ريفنجر بيعمل كده كتير والله هو أعلميه لكن من ناحية تانية أنا شافين فريق تي بيل دلوقتي معاهم اثنين باور بيك كوينتر للجونجل كوينتر للتوب لين بسبب أن الكاميل اللي اتخذت قريدي دلوقتي بلاين فالموضوع ماشي أفضله لحد دلوقتي في الدرافت عند فريق تي بيل البانز دلوقتي كلها تروح من تي بيل على تقريبا المدلينر الريفنجر لأن هما أصلا ما عملوش باك للبوت لين وحتى لسا عندهم أوبن إنه هو يفتح ادي كاري دلوقتي ويشوف كمان الفول كومبو من عند فريق عبعال وياخد الساب بورد في الآخر فهو مش محتاج إنه هو يبين ساب بورد وكل اللي محتاج إنه هو بس كاونتر فثورن رأيك إيه في الدرافت لحد دلوقتي؟ آش في الدرافت يعني الشيء الوحيد اللي شايفه خارج عن المالوف الدرافت بالنسبة اللي إحنا متعودين عليه في الميتة حاليا إنه هو آش يعني بالطريقة هذي كان ممكن ما أقول إيش كان ممكن يسووه بالناحية إنه والله كان ممكن ياخد الساب بورد ولا قالي وبنبدري زي ما قال زي ما قال أشرفي وبعدين يليف للبوت لين في النهاية حتختارهم قبل تي بيل في كل الحالات الشي الثاني ست بالنسبة لي هنا بغض نظر على الفلكس اللي موجود ما بين الاثنين هذولا طبعا ست ممكن يلعب في الميتة أنا ماني فاكر إذا شفنا شادو ووكر يلعب أي واحد من الشامبيون الغريبين هذول في الميتة بداسة بوصيبوليتي وممكن نحطه في البوت مع فاستينغ سانا ولا سانا إذا أردوا سانا إزبانت في البداية فأعذروني مرة كويس إنه إحنا شايفين آش في الجهة حق تعبعال يمكننا بلاي تي بيل عندهم الفرصة إنهما ياخدوا تشامبيون ذات كانت أدفانتيج في البداية في البطلين بطريقة سهلة أو بأخرى الشيء الغريب بالنسبة لتي بيل ما أختاروا الادسي إحنا متعودين دائما الادسي انتو جنقل في The first two picks أو the second two picks على أساس والله إذا ما في إذا ما في ميتة تشامبيون مرة ما في ميتة تجارة تأخذه زي جوين في الحالة فأي أعتقد تي بيل اللين دحين عندهم أفضلية من وجهة نظري في ناحية الكموزيشن والبكستركشور ولا ننسى أنه دحين عندهم support priority أو support response as a counter ويساعدوا أنهم لا يستطيعوا أدفانتيج في البداية وهو أخذوا مستفورشن فممكن نتكلم على موضوع ليونا عندكم ليونا ما صر لهبان بروم موجود في الجهة الثانية فممكن نشوف بروم أو لا أعرف بس I think TPL already خلاص bot lane صار يعني بالنسبة لي to a certain extent مضمون إن هما ياخدوا أدفانتيج فيه Ash support Ash support أعتقد أفضل Ash support نشوفها تلعب Lethality Yeah lethality Yeah imperial mandate I am not sure صراحة طبعا imperial mandate makes sense هنا على أساس You can apply You can apply passive Across the border Or pull down too Still Still TPL يعني أظن عندهم مجال إنه يلعبوا بالطريقة هذه All in Engage يقدر يخوش عليهم الاتنين كلهما عندهم mobility and killing them في البطلين should be easier والJungle يعني بسهولة يقدر يشتغل حولهم في البطلين ويقدر يفوز عليهم يقدر يأخذ أدفانتيج من البطلين المدلين باين إنه عندنا ست Yes ما أدري أظنهم أجبر أنهم ي يعني they play something different later أو يمكن عندهم فكرة صراحة أني بيجربوها طبعا أجين قلنا البيو وانز وقت التجارب وقت التجارب وقت التجارب Let's try طيب أنا اللي أنا شوفته كذا مرة ومش متفق عليه قوي هو Miss Fortune مع Lylia يعني مجرد بس مع Lylia تعمل Ultimate Miss Fortune E أو Ultimate حرفان بيلغي كمية الدامج اللي ممكن تطلعه من البطلين من عند Lylia Ultimate كلمنا على الدرافت بشكل عام وإزاي الإكسكيوشن هو يحصل بالدرافت دا من عند فريق TBL يا نيو فولدر أنا ضاعت أنا ضايع أنا كمان أنا عايز أحط حاجة ليه أش من ناحية دي وليه الأنصر من ناحية تانية كان Miss Fortune يعني دول سؤالة أنا عايز أعرفهم بزرعها يعني أقنعني كيف يمكن أن تتعلم بزرع بطلين؟ أش جن Lylia ركان MF يعني إنه ضاعت ما بعرف يعني واحد من أحسن السابورتات حتى هم بصفر خمسة أنا يمكن أن أقول هذا وأنا مسؤول أن أحكي واحد من أحسن السابورتات العنا بالميناريجن ما بعرف ما بعرف يمكن فيه كومبزيشن معين يلعبوا سيف بوطلين ميد جيم يلعبوا حولين أرس طبعون أش W تبع جن تبع جن خلينا نأخذها واحدة واحدة بداية من الـ Early Game الـ Priority هتبقى أنت شايفها مع مين؟ مع أش جن ولا مع ميس فوتشن راكان والترانزيشن لـ أكيد 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 أتنين رينج الـ Ash عندها الـ W الجن عنده الـ Q أصلاً حتى لو ما فيه أش جن مست لايكي عنده لين برايو ميد جيم بقى اثنين هدولا حيكون عندهم Early Advantage مع مشاكل والألتي حاجة أش تنفع مرة كويس بالألتي حقت مس فوتشن بأسهل أنت توقفها أي وقت تريد راكانت أسألت نفس الكلام مع أنه بس لا تنسى أن الـ Ash يعني ما تشتغل يعني وين يور فري كلوس الوقت الـ Stop Time حقها مرة قليلية فما بغى أحسبها بالطريقة هذه يمكن الميزة الوحيدة الكبيرة اللي موجودة عندهم في البوت لين ذا حيني هي الـ Pryo والـ Pryo اللي حياخدوها في البوت لين هذه معناها أنه والله في في dive potential على البوت سهل to a certain extent وزي ما قلتو ميس فورشن أزماجة أنه والله عندها الـ Early Game دامج يمكن ما هيكون عندها الـ Pryo فحتى تغلب قدامه حتى بعد لفل ستة فأعتقد أنه هو الومبو كومبو بالنسبة لـ TPL فأول ثلاثة أبقات بعد كده بدأوا يخرجوا عن المعروف يعني بس لا تنسى Eryu هو اللي يعني ممكن زي ما قلت أنت ليليا موضوع أنه والله تسوي الـ Alt حقتها يعني يعني لا تنسى لا تنسى لأنه بطريقة ليليا تسوي الـ Alt بعدين راكهان يسوي الـ Alt بعدين مصفورشن فهذا ستة أب مرة كويس بالنسبة لهم إذا حتى لا تنسى الـ R لا تنسى الـ R تبعت ليليا ولا نسى الها نسى الها نسى الها نسى الها نسى الـ نسى نسى الها نسى الها اى اى بيطلع على الـ المعمول السليب بيقنسل السليب على طول يعني الـ هو اوه أنا معك برضو الكلام ده ولكن الفكرة في جود فيجر هنا بيلغي كل حاجة اللي هو الـ الـ N بتاعه الركان نفس الكلام زائد كمان موجود جب المينام هيحط الحباشتاكلات تابعونه أنا ما هيكانسل الأشياء تابونهم الان بتاركة انا ما أظن مد جيم راح يلعبوه حوالين الهاي هلأ إيش بيعمل يستنوا شوي بالجيم لابين مع هجيب أروز تيم تيم عبقل يستنوا شوي بالجيم لابين مع هجيب أروز يلعب حوالين كميل الهاي يشوف انه بيقدروا يطلعوا ايشي من من القوين هاي لأنه مو سفروا بليقي سينيوح يكون بالعب تي بي إجنايت أو تي بي غوست ما مع فلاش فيقدروا يطلعوا كلات من خلاله هذا واحد اثنين بعد واحد اثنين من يقدر نشوف في الفائلة إذا عمل العب بريديتور ممكن نشوف يأخذ المدل لأنه بالأخص نضده سيت ويقدر يعمل بوكل زي ما بده ولأخيره بس نفس الوقت بلعب حوالين لا يجتبعه ونشوفه يتحرك بالماب إذا تحرك بالماب البوتلين من W action إلى W gen بس لدي هذا ممكن يأخذوا بس لازم يلعبوا حوالين الفائجر محتاجين يلعبوا حوالين الكيج راح يعملوا فوس لسمنرز كتير إذا ضيعوا سمنرز مع اللذي ضدهم كتير يعني فلاشات من اللذي ضدهم بقدروا يأخذوا الالي دريك وإلا راح تكون game شويتين صعاب إليهم scanning wise is actually insane بس كتير كيف احنا شوفنا ماجد عم بعمل زون لأربعة بقدر نشوف هنا سنيو عم بعمل زون لأربعة بس المشكلة واخر فترة ما عم بشوف سنيو عم بالعب بالكونفيدنس سبعته اللي احنا منعرفه فيه من السنة الماضية والسيزنات القبلها ما عم بشوف سنيو اللي هو عم بيسوي الدميج اللي بيسويه ولا آخره عم بشوف سنيو اللي هو دائما عم بحاول يعمل يعمل سبليت بوش ياخد ترتس والآخره أنه كان بلعب فيه يمكن هلا بيقون نشوف مختلف أنا يعني أتمنى أنه أرجع أشوف اليوم سنيو عم بحط الكونفيدنس اللي هو مرتاح عليه بالجيم عشان يقدر يسوي أي شيء بالجيم هذا لأنه بيكسيت ما هيكون كتير كويس بالميدلين هذا أنا برؤية كتير كويس بالميدلين؟ ما أظن أنه كويس بالميدلين أنا كنت عادة سألت السؤال فعلا بيتهيلي لو كان حصل تبديل إن جوان هي اللي تلعب في الميدلين قدام فيجر وست يلعب في توبلين قدام كاميل بيتهيلي ده كان ممكن يبقى أفضل إلى حد ما لكن الله أعلم بقى مين كونفورتبول وكلام ده كنا نتكلم قبل كده برضو أن لازم عشان أتحط على تشامبيون أي إن كان كاونتر لازم أكون أنا مستريح عليه ممكن سنيو لما يلعب بجوان قدام كاميل هو عارف الماتش ده عارف إزاي يقدر يتعامل مع حاجة زي كده إن هو يقدر يجيب بيها ليد بسبب كمان إن جوان الاسكنينج بتاعها كبير ولكن لو عادينا نتكلم بقى شوية على الجونج الباثنج على بل ما البوز يخلص يا ثورنت بالنسبة لوكونج ووكونج عنده أوبشن عنده يقدر إن هو أبط إلى حد ما لإن مستفورتش معاش موباليتي السي سي اللي موجود من آج ووجين ونحية تانية طب لين برضو السي سي اللي موجود عند كاميل ممكن يبقى في فرصة إن هو يعمل غانجز كمان في المدلين وكيف بتاع فيجر أنت شايف إيه أحسن حاجة ممكن ووكونج يعملها عشان يدي باليوة لتيم بتاعه أول شي درجة بس حب شوية ما ليش على موضوع الت حقت امف أنتو دراوزي وإلا السليب أعتقد أنا وأنت غلطت فولدر لأنه هي دراوزي ما هي سليب أعتقد أننا نحق إذا كان سليب 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 حينفق بس الت حقتها دراوزي أنا دوبني بس أتأكد والدراوزي ما ينفتح بالدامج فجسد عشان نسلح الخطأ المطبع البسيطة هذا كلنا خشينا في عين شلافي بسواني كده البونس دامج بعد من الدراوزي هيتحسب إزاي دراوزي يتحسب يعني دراوزي يكمل بس لا أعتقد أنه يفتح السي سي أعتقد منها بعدين بس شكراً أعتقد أنه حتأكد بس فعلاً إذا كان نحقاً نحقاً ما حاستحي أقول أنا غلطان يعني أشياء الثاني الجنجل باثنج أظن كده على السريع نشوف ليليا بس تابع البوت عندها عندها مرة كويس في البوت وعندنا اثنين موبايل شامبيون في المفروض يلعب حولها نفس الشي عبعال عندهم فرصة يلعب حول البوت وفي نفس الوقت عنده مرة كثيرة في البوت عشان ستاب مع كميل مرة كويسة وكميل ممكن يلعبها في البوت دون الفوت قبل ما نروح على الجيم شلافي برايك عبعال أو تي بي إيل معهم الأفضلية جاملة أفضل؟ فوت مين عندهم الأفضلية فوت بيقول لك مخي ما بعرف ليش تشنج حسيتك مش هبتحكي عربي آه إذا اريد التراجع هنا، سأرأعذت إنه عدد وصف أنا هروح تي بي دي هروح تي بي اللي هروح تي بي اللي أنا مش عارف ما هي يعني سكسي برسنت تي بي الل مخي تاربين هاي لنبذي نبذي لنبذي أروس فعلاً إله يحصل ما بين عبعالي تي بي الأل غلا بينا نخلي رايز و جلي فيش هم اللي يحسموا النتيجة دي بالفعل على أرض سامنار جزيليفت لكم الكلمة تعرفون ليش الجيمينج له زحرة الخاص؟ لأنه حقيقي صحيح أننا نلعب بشخصيات وهمية ولكن صداقتنا وأوقاتنا مع بعض أكيد حقيقية مغامراتنا ممكن تكون خيالية لكن ما حد يقدر يشك حقيقة حماسنا لكل جيمينج لأن هذا هو إحساسي لأن الجيمينج سحرة حقيقي فعلا حقيقي يا العنود عدنا إليكم يا عزيزي المشاهدين مباراة رقم أربعة هذا اليوم تي بي أهل أغانست عبالو الصحبة الكل يبحث على الفوز عبالو الصحبة زيرو وين تي بي أهل وان وين فقط معكم رايز وفي البلاي با بلاي كاستنج ويكون معي الأستاذ الكبير جالي فيش فؤاد الباجي في الكلور كاستنج وفؤاد رأيك في المباراة تو بوتوم تيمز في الترتيب إلى حد الآن يأ وممكن يكون أول فوزة ذايا للفريق عبالو الصحبة اللي تفعلوها لكن بطبيعة بطبيعة تصور الناس الكل مهتمة بالبوتلين شنية الخلطة العجيبة هذي متاع الجين والأش على ما يبدو الشباب متاع عبالقاعدين يصنعوا في الميتا يا ريزو أمام أعيننا صراحة يكون عندهم الكثير من الرنج يكون عندهم الكثير من يعني سي سي بوتانشل أرش بو زائد جين بو ممكن يكون هذا كافي للكاتشنج على أريو ولكن معه إنسان معه هذا الرقان يمكن يسوي كويلين كبير مجال أخرى متحدث شوي عليها وهي هذه الطو بلين أنا الثانيو بهذه القوين تربط من قصر وأمامه الأستاذ بورو من الكبير وصراحة هذا المتشوف شفناه مرارا وتكرارا في الاسي وأنا دائما نعطي شوي أولوية يعني يرفي على الورق أنا أظن عنه كمين ممكن تكون عنده أولوية ولكن دائما نشوف أنه وغوين تتفوق لأنه وغوين في هذا الباتش كثير 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 الصراحة كثير من الدمج كثير من السوستين كثير من الموبيليتي وطب يمتع صراحة المقرف في الغاية ضد جوكين لأي سكيل في الرنج بعيدة ممتاز جدا هذا الشامبيون ونشوف سينيو بلي جنايت أمام بورو بلي جنايت وكما مغير موجود فلاش في هذه التوب لين نشوف الكثير من الفايتس ومنتظر أنه يكون فرسبوض موجود في التوب في هذه المبارات ممكن جدا أي والثنين يلعبوا سترونك سايد في التوب المشاكل اللي حكينا عليها أو اللي شفناها على الأقل في آخر تو جيمز يمكن كانوا يصيروا لأنه فريق يكون عنده مثلا في يورا وغوين والباقي أو الفريق الآخر يلعب تنك المرة هي موش يصير شيئا المرة هي ثمين الحق عندهم كيل تريشر عالي جدا عندهم سبليت بوش بوتانشل زادة عالي جدا وسكيل متشاب على ما يبدو في التوب سايد نطور لمحالة بورو يفضل يلعب أكثر على الشورت ريد لكن سينيو بلغوينم يتمنى أنه التريدز يتطول على قدر الإمكان ولكن في الجنكل جاي سكيلز جاي مهارات كما يقول أستاذ مورو شو مقدر أنه يفعل لأنه رئيس و تيلت اللورد مهمته سهلة قد تقعد شوية في الجنكل فرم وصل لفل سكس وتوكل بالألتمايتم كما جاي سكيلز هو اللي يجب يظهر في أول الجام نعم بالضبط جاي سكيلز بعد اللفل سكس يجب أن يكون موجود في الجامج يجب أن نرى منه سايكلونز و نوكوبس موجودة خاصة في التوب لين لو أعطى الأدفانتج لبورو ممكن يعني كما قلت هذا سكيل متشاب ما بين كامي و غوين اللي يأخذ فيهم الأدفانتج الأول اللي يأخذ الكل الأول سيكون عنده سهل جدا لينيك في سهل جدا إذن لو تدخل جاي سكيلز المهارات الجاي كما نقول له و يتقدم لحوة توبين و يعطي وان كيل لبورو ممكن يعطيع أولوي كبيرة جدا لعبر الصحبه خاصة لحوة سبيت ماشينغ و نفس الشيء من طرف سيلت لورد يعني بهذه اللي يمتاعه ممكن نشوف منه جانكس و مهما أنه موش عنده ستتوب جميل من طرف سينيو غال موجود السيسي ميتل ستتوب موجود من طرف بورو لكن مهمة ذلك ممكن نشوف يعني ستتوب أحسن ستتوب هو الدامج وهو الوان شوت على بورو ليليا عند الدمج رهيب جدا نحو الميت تولي نشوف مع بعض الشيء يصير سينيو ما زال في سكيل ميشيز هنا أمام بورو في الوان في وان سيتوويشن ما زال ما فيها شارك الكثير من الأكشن هذا المباراة والكينادي فقط البداية أما في الوان شارك الكثير من الوان صراحة يحب الكثير ستت متاعه نشوف دائماني لعبي هذا الشامبين ستلي هو الشامبين يبقى قوي للغاية ولكن أمام فيغر صعب جدا صعب جدا صعب قاسل فيغر من غير بدون استعمال الفلاش متاعك عنده كيتش فيغر ولكن ها هو المستيك من طرف الوانجر يعطي فريد دامج للشارك الكثير وهي ميكر وهنا الوانجر يبقى وصراحة أتوقع أن الوانجر يعرف أحسن من ذلك ويلعبها سايف ويحاول يأخذ ستاكس لا يعطي فريد دامج لشارك الكثير ولكن هنا يأخذ فريد بوك بدون أي سبب على ذلك الفيغر لا تشوق جدا لنرى سكور ليس زوال التيم فايت أو سينيو سينيو سيكون فضي يا سبجيد المحارات جيدة من نحو الطاب سايد وعنده هذا الوكونت من طرف الوست بورو من طرف الوست سينيو وعطة من طرف المحارات جيد موجود على المساة بورو سينيو فوتيس أفجيد يحاول الكايتينك يحاول الوضوات تاكس سيكون كافي لها بورو في الفرس بلود مباشرة سينيو كان يحاول عشرين سياس أم ثمانية كان عنده أدفنت صاهيم ولكن الآن يتدخل المحارات جاي سيكون هذا كافي لإعطاهم الفرس بلود جاي فورو عنده الأدفنتج هذا شيء يسمح بورو أنه يعود شوية الفرق في السياس ثانيو متقدم بعشرة إلى حد الآن لا أستعمل المساة في المساة أما أنا كنت أحب أن نتحدث قليلا على الزونين اللي ممكن أن يحدث في التيمفايتس خاصة بالهكستك متع بورو وريفنجر زادة في المساة لأنه يكون الزونين رهيب جدا من عند فريق عبعال بالضبط سيكون عندهم الزونين كبير جدا خاصة بالكيج متع فيجر بالإيفر فروست ممكن يكون متهديد كبير جدا من طرف الأعش هنا نشوف أنه سكيلز يبحث عنه فرزة تعمل نعم سكيلز من طرف الأستاذ جيسكيز ولكن ربما يكون صعبا جدا نتقدم شهد وركر نحو تيطرد عن المساة الثانيو هو كمان متخدم جيسكيز بالفلاش والكيسيك والدابل فلاش من طرف تي بي والبلاك لوتس عقاب رهيب هل هذا جيسكيز؟ 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 الصراحة يعطيك الأستاذ سيدلورد بهذه الليلية سينيو يتقدم هنا نحو فورو حاول يأخذ بعض الدامج الصراحة نضنج ذلك وان فوروان وان في سكوربورد ما زال الكل ملعوب على الطاول جيسكيز ندفع الثمن بحياته وقابل شوية دجاجات بطبيعة الشيء ذايا ما كانت ورثة أما في نفس الوقت نحب نشوف هل أنه جيسكيز قادر يستعمل الكلون متاعه ولعلقل أنه فقط يضغط على زر الاس يمكن يبايت طريقتي بقيل ويعتقدوا أنه هذاك هو الكلون ولكن لا الحقيقة هذاك هو جيسكيز لما حالة مزالت في بدايات المباراة مزال عنده الكهير من الوقت بش بلكش يعمل لنا بلاي كمان هكا الحق ندخل في البلاي في ذا ويك إذا كان مش عارف في بيتي فلاشز ولاي حاجة طريقين نعم مجدداً مجدداً لدينا فوقونج تجد 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 لفريق تجد مجدداً تجد أن تجد 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 يجب تجد مام بورو يفوز بالوان بوان سيطوائشن شعط وولكر يأتي بسرعة لما حالة إلى حد ما ثم أحترام كبير بين بوث تيم يعني في ستة دقائق مزال وان نتيجة وفي التوب سايد يظهر لي في كون دائما الأكشن مستمر سنيو يفربس الان في البوش ما عنده حتى واحد مصحابه قريب سنيو يتخدم عنده السيمات مباشرة سنهوك شاطعوت من طرف لسات بورو سنيو مش عنده القابة قلوزين الوصول جي سكيلز مالذات يبحث على الدجاجات هنا نمسي الثورب تعلمش من آه يأخذ مارس مقام بالسوات جي سكيلز والدجاجات نيمة بيتر ديو الصراحة فورو مجال أخرى يبدأ هذا السكتل في الطب سايد أولوية موجودة مع جي سكيلز نحن نشوف مع بعض لا يفضلش لو يقوم بها يتقدم نحو الطب سايد يتقدم نحو الثانيو لحو الثانيو لعبة السيف شوف الثانيو نرجع الوراء باكينج وقت ممتاز أما في الميد الريفنجر مزال ما عندوش البرس بوتانشل مزال ما يمثل شتهديد كبير على شادو والك حتى إذا كان يصير عليها ستان في الكيج يعني ما ما تخافش ما تخافش عليها ذا ست صلب صنديد مزال واقف على ساقيه به الثانيو الأول كان من نصيب TPL ولكن السؤال طوي كان ريفت من نصيب بش يكون بش يكون لما جويت فيجن كنترول من عند عبعال عندهم السكتل في الطب سايد وكذلك عندهم كنترول وورد على مقربة من ريد باف متعتي الفلور اللي بعد شوية على ما يبدو بش يمر عليها الوورد هذي أما أوه إنسين نجح نحو الطب سايد لانصار السوق ولكن يشوف الميدلين ينجح بصع شادو والكر شاو صافر ومتازين من طرف على جيس كيز دوكوب بيسي كنرخ ميزنانة سيكون تكافي شوف دابج من طرف شادو والكر يا سلام راكان رودي موجود في الطب سايد البرايا كلها لازم تكون موجودة على هذا الهيرلد أكبر أنه مهم جدا في الدقيقة الدقيقة الأولى مباراة قبل دقيقة 14 أعطينا أولوية في الميدلين ربما بداية هذا الهيرلد تكون موجودة من طرف فريق عبال والصحبة جايس كيز موجود ولكن لا صدرنا أنه يرجع الوراء ما يلعبهاش ريسكي ويأخذ يعني الوقاية ويرجع الوراء ثاني يوم في هذه الأثناء في البوتسايد فريب وشينغ نحو التوريت أوريدي تنسيس أهد تقريبا على نظير أورو بهذه الكامي ماذا هذا الوركر كما لاحظت مما أنه موجودة هذه الكيج من طرف الفيغر صدرنا الخروج منها بالألتيميت فقط صعب جدا القانك على هذا السيت عندما يكون عنده الألتيميت صعب جدا القانك على المنشاة الوركر عندما يكون عنده السيت عندما يكون الضمج الكبير هنا بداية الهيرلد من طرف فريق TPL عبالة صحبة بالكونتست 3v3 situation كوائرة من طرف الأستاذ ليريا الآن ما فيناش دراوزي ما زال ما شفناش السي سي بينما في البوطين ما زال سينيو بوشنج ما شعنده تي بي له ولا فورو ستكون 4v4 لو كان فيها فايد الهيرلد ما زال هنا يأخذ بعض الدق بأخذ بهذا الدامج يكام عليها الليليا والألتيميت الأش جوكتاوت موينستيتم طرف إنستين هو والتيتلورز ممتازة سينارجي لحد الآن شادو وركر يتخدم معهم 3v4 والميس فورس الموجودة في ممتازة ممتازة جيدا للألتيميت في الفلانك يتجلب معهم من طرف أنستجين ما زال سيناره الأول موجودة الثانية وكان ممتازة جيدا للشادو وركر ولكن من أخذ هيرلد إنهم تي بيال والآن يهربون يهربون يا تي بيال هل سيكون هذا كافي أم لا لا الكيز من طرف أنستد رفنجر سيتلو فريقية وقونغ وسيكون دروزي ممتأخر شيئ أن ما ويبدو لي أنه لا الهيرلد أخذها من طرف فريق عابل وصحبة وعب عالو الصحبة بالأدفانتج في هذا الوقت جداً إعادة صغيرة على عملية اللي صارت على هذه الحرب على الريفت خلينا شوفوا الجين الحق يعني عمك نواف بعيد كل بعض على الأكشن مستريح يضرب في الشوتس متاعه شادو والكر حاول يربح شوية وقتل زملائه ولكن كان برستد اوت و جي سكيلز هذي عليش فهم ما الزيد في اسمه يعني هذي هذه واحدة من المهارات بتعدد المهارات السيدات يحفل الضبط أنا سميت وليفي لحلام بعد الفراش مساعه ثم فروب على التلطلور ويأخذون فيها دو كيلز وهيرلد انسان فروب مازلت الآن من طرف عبال والصحبة ما زالت تعادل موجود في القول من بين الفريقين تنين لا شيء لصالح سيئ ولكن هيرلد لا شيء لصالح عبال والصحبة أتمنى أنه وهذا الهيرلد يستعمل في الميد لين يطيع أولوية شوي لفريق عبال والصحبة من طرف جي سكيلز نشوف أبنوف هذا ثورة في الميد جال أخرى التنين الموالية يكون موجود معنا تنين الجبال ستة بالمئة في الأرمر سيسي نعم سيسي موجود مباشرة لليليا سيسل الفضاء صعبة جدا شين سيسي من طرف عبال والصحبة ويويوي الضمج كان موجود جي سكيلز يأخذنا الكيلة الثانية بتاعه في المباراة وهذا يعطي أولويين يعملون صحبة على التنين الأول لهم من المباراة يا سلام وانس اجن مستيك واحدة من طرف سيسلورد عنقاب إنستان من طرف الفريق المصري في ملسيمتر أش والشين سيسي بريفينزر والكيج سيسي بريفينزر يعطيك فكر على كمية الإنجيج اللي موجود عند فريق عبال واللي على ما يبدو مش نشوفوه تتكرر أكثر من مرة البلاي هذي دي كاب ليدنج بالكريسل أروم متاعه ومبعدي كالسيت اف يعني مستحيل على ريفنجر انو يعمل له ميس إلا إذا كان عليه شوية فريشر بتبيع لكن الآن الريفت يتم استثماره في البوت سايد أكثر قول بطبيعة نواف فرحان بطبيعة نواف سايد جدا بالشيء اللي قاعد يصير أسيستيات سينيو يحاول في جوان جونة من بورو إغنايت مستعمل من طرف هدير قوينو ولكن بورو يلعب سيف مازال عنده إغنايت متاعه يأخذ الفارمين متاعه ويبقى سيفوه التباة العاش من طرف السينيو ريفليكسس أولا نشوفوه اليمين بأسفل الفريق الماري بمجال أخرى نفس الشيء نواف الآن نشوفوه يتخدم من البيس متاعه وعنده الجيل فورس كمبليت بعد قليل السينيو ولكن عنده جين وهذا ما يهمش بعد الفارمين بعد الايتم ولكن عدد دمش الكافي في تيم فايتس ومجال أخرى فيغر قاعد يستعمل هذه التير متاعه وريفنجر ستكون مهمة للغاية انفلت معنا تقريبا أمام هذا السينيو لحد الآن لازال ما عنده شواء الايتم الأول كمبليت يبحث عن غوردنينكر ولكن هو بعد شيء ما في الايتم المتاعات لكنه على الأقل ما تقدم على مكتابة من احد السينيو هذا يعني أن شوية البيلد باث يكون مختلف شوية لربما الايتم اللي يبحث عليم شادو ووركر الآن هكذا موجود المساعدة السينيو سيحاول التمبريزيش سيكون دكا في تي بي موجودة من طرف الشادو ووركر للمساعدة موجود بالال الشادو ووركر موجود بالتي بي وهنا يتيت لورد هو كمان موجود المساعدة بالليليا سينيو لا يزال ماي موتش سينيو ممكن يكون هو الكاري لهذا الفريق لو استثمار هذا الفارويق متاهو نحو الأفضل للمساعدة السينيو يبدو أنه مازال عليه الفوكس فورو بالبينك وارد السينيو موجود سيسيب شانيو لا يتخدم جيت كيز أنا سينيو يا الله عليك يا أستاذي كعبا السنايبر من البطلة نحو الطف صاعد سانيو مات لم يكن لديه ريفليكس لأنه يستعمل الدول مدعوه في الوقت المناسب وإلا كان يتخدم وغير يموت مباشرة عقاب هو في الأحلام يا ديكاب يا ديكاب الحق تيم افورت رائع جدا يعني لو لا أنه جاي سكيلز وفورو خرجوا من البوش في الوقت هذيك الأرو ما كان بشي هيت ما كان سينيو بشي يتراجع ويلبس الأرو هذي ديكاب مزعج جدا بالرغم اللي ما يتحركش من البوتسايد ولكن تأثيره موجود في الميد في الثوب على الدريك وين ما تحب أنت السيدة ذاي القناص تقدروا أكثر هم يوررينه بيرفورمانس ولا في الأحلام إلى حد الآن أول برج يسقط في المباراة بشيكون من نصيب طريق عبعال يسقط على يا ديكاب وبطبيعة كي سكيلز كان موجود في المساعدة ثانين ثاني بشيظر بعد أقل من ثنين دقائق على ما يبدو إلى حد الآن برايو موجودة عن تي بي إيل لكن شيئ ذا يبشي تغيير يمكن عاش نايس فوكو شاط تلفيجين مستعمل من طرف سي سي موجود على إنسان دابل سي سي وشين سي سي من طرف نواب هو كمان بيرفول وواب فوتو أتاكس موجودة بعد الضامج مستعمل من طرف الجينل أولا تصيب هدفها هيريو لا ليس بيري لو لكن بيري سلود الثالثة و الرابعة ما لديهم الدماج الكافي ديني لحد الآن مستعمل كبير جداً نحو التوب سايد الكل كان يحاول يسوي شات داون على السينيو بهذه القوين و صراحة العنجة ضرور السي خاخ ثلاثة السينيو بدأ يعني أريحية أنه يلعبي راحتو ممكن يكون خطر كبير لحوال للغاية في هذه الجهة من جال أخرى البطلين مشوفنا منها الكتير أكشن 0-0-0 من طرف أيريو 0-0-0 من طرف إنسان من جال أخرى ري أساسيس لديكاب بهذه القوين مستعمل بالإلتمايت بالهوك شوت مستعمل جداً إلى حد الآن نشوف مع بعض الشيخ يصير في الميت في المباراة في هذه المباراة مستعمل جديد خيقة على ثلاثة الموالي وهو ثلاثة الغيوم 10% على الإلتمايت ممكن يكون طوية على القوين هنا يكون طوية على الناس لكل أما بذات على هذه القوين اللي قادر أنا تخرج أروز من وراء الخيال باه بائج أيريو والشadow والكر المتقدمين من ناحية السياس و نفس الشيء بنسبة لثاني و بالرغم الضغط الكبير اللي كان محتوظت على هذه القوين قادر أنه يتفوق لووو طوية غلقة theo الأشغال لأنني وج уж هريم الاستعمل على أستمال لا يصيب ان شخص ثلاثة أشغال ك Mire M2 الآن لا يستطيع أن يقوم بالإفتاماته بورو على سينيو فعلا يجب أن يكون هنا موجود في طوب صايد 1v2 سينيو وضعه صعب جدا موجود الرينجر عنده الكيج وعنده إفرفروس سينيو يحاول بلغوانه ميد لايف هذه الثلاثة إلى حد الآن شاد الوالكر الآن أخيرا يتخذ من حول طوب صايد للمساعدة ويكون هذا كافي من طرف عبال والصحبة ولكن ما هو الثمن هذا الرومنج في الطوب صايد التنين موجود بداية من طرف فريق تي بي تنين أريو إنسان ووات تيت لور موجودين عليه جيس كيلز وليكاب موجودين ميجرة أخرى يوزي متراشا يكون موجود معنا من هنا بعض الثواني الآن يكون هناك تيت لور يحاول دريك بلي لو جيس كيلز عنده سمايد تيت لور عنده سمايد أشتر منطرف راكاني السلام تيت لور يأخذ الكيل في المساعدة أوي اي 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 منطرف زور شادورك تي سي سي على جيس كيلز على جيس كيلز يأخذ دي كاب 1hp ولكن ريبانس يأخذ الكيلز تيت لور شادورك تي سي سي على الرقان على إنسان تنين أمام 2 كيلز مفل بوت سايد مازال الثانيو متقدم بيالير جوانس في وضع يصعب شادن 1v3 يحاول امام تيس كيلز ونواف وليكاب ديكاب ونهش بي ثانيو يحاول عنده وطواتاكس عنده تربص بالخص ولكن غير كافي نواف باللاست وطواتاكس الرابعة يسوي نيدا مجهولة في الأحلام ثانيو مات فور ولا تري فور تنين فقط من طرف تي بيال الظروف صعبة وتصعب وتصعب مع مروا الوقت تويكي جولد ادفانتج للفريق المصري عبرو الصحبة عبعال قادرين أنهم يوضوا من هذا التنين بالإضافة لكثير من الكيلز ثانيو الحق تحاول أنه يتخلص من نواف كانش قادر شوية ميس من هنا شوية فيلز من غادي بلاستكون الأخير هو اللي ينقذ نواف هو اللي يخليه على قيد الحياة بعد كشفنا شو اللي صار كان شوية تركيز على الكلون برغم اللي أوكي هو شايف القرد الصحيح يعني لكن صور قالك ووضع ما يقوس منه يلا مش مش الخمو في الناكس بلاي وعلى ذكر هذه الناكس بلاي الحق لازم تكون اون بوينت إذا تبيالي يحب يبقى في المباراة هذه إذا ما يحبوش أنه الأمور تخرج عن السيطرة لازم الآن نحاولوا واحدة واحدة نقلصوا هذا الفرق الغول نقلصوا بعض المباراة حسنا لدينا 2 دريكس لدينا برج كذلك لازم نردوا بلنا أكثر من الفايتس نقلصوا بعض المباراة نقلصوا بعض المباراة جي سكيلز 07 وعنده سيكلن وعنده سمايت الرهيب وعنده واحدة مباراة في الآن في هذا الهيكس ترينكر يطلقوا بعض المجيكة والشيلدينج لما يكون لغاة من طرف المساة جي سكيلز لدينا جبال أيضا يطلقوا بعض المباراة صراحة ظروف صعبة تي بي أل بكل وحيد ويتيم على تي طورت مازال يحاولوا مازال معانا في المباراة ولكن ما هو الجواب متاعهم ما هي الفرصة وانو ما هو الحل ممكن يقوموا بي تي بي ألحاد الآن للرجوع والكمباك لازم نلعب على الومبو كومبو عندك اريو عنده والتي ميت ممكن يكون هذا كافي لو قاموا بالشاين سي سي لازم نشوف من طرفهم ممكن جدا والحق لازم نعطيه تحية جاي سكيل لذي قام بواجبه على أكمل وجه حدثنا قلنا مفروض يكون من نصيب هذا الوو كومب قلنا انه تلت لور يكون يفرم على ما يبدو شوية قاور فارمينج في أول جيم نعرف الشي هذا الوو كومب هو اللي كان لازم يظهر ويظهر مئة بالمئة كالبارتيسيباشن إلى حد الآن ما سمى ولا قطرة دم ما نزلتش إلا وهذا القرد كان عنده دخل فيها الحق تشكل مشاكل كبيرة جدا الفريق تبيل خاصة نبعد في التيم فايتس يعني يمكن واحدة من المشاكل التي تصير الوو كونغ أنه ما يكون عنده الكثير من الكيلز ويصير فقط يستعمل ألتميتم لكن الآن ليس مع هذا الوو كونغ ليس مع جي سكيلز تشكل مشاكل 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 موجود من طرف الوكوغنية جيت كان يحاول ثلاث هيت من طرف الجين لا يكون كافي ضمج او 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 ميستيك من طرف الشادو والكر كان توم فوريزيش المتزم من طرفه ووسطة الكيج وفي آخر ثانية قبل نهاية الكيج اتضم بالحائط وهو يكون عليه السي سي و هو يموت عنده الفلاش عنده الوتيميت لكن هذا ما عندي الوتيميت لكن هذا كله بدون جدوى وهذا هو البارل نشر لا شادو والكر من طرف تي بي أيد تي بي أيد حرك عب ألو الصحبة ويصح بي أمثل وفي آخر الغد ولكن تي بي أيد من الطرف المتزم هل يتجد أنه فهذا كيف حالك من طرف تي بي أيد عبالو الصحبة عبالو صعبه أدخل لك في الشيخ مجهد 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 موجود من طرف الوصد المجهد موجود من طرف الوصد بارل مجهد من طرف عبالو الصحبة والكل مأخوض على إنسان تنين أمام بارل وكل شيورد باتاتة لتي بي أيد تي بي أيل ايه وضع البرج بطبيعة مصير الهلاك عنده حتى حل الا انه يتحول الى كومة حجر عشرة واحد النتيجة جول ادفنتج واضح عند فريق عبال نحكيه على ستة لايف على الأقل تاسع عشرين دقيقة لعب الطبيعة الشيء عنده وزنه وقيمته لكن الحق انا احب نشوفه مرة اخرى هذا الريفنجر حداش عنده جول ايتم اكتبت الى حد الان يستكم البوتس ايه وقيمته ايه وقيمته ايه وقيمته ممكن جدا بورو لمحاله بزيل موش قادر ان اقوم بسيط بوش حسبراي ما نتصور انه قادر يربح امام ثاني وفي وان في وان الحق ما زالت مشاوش الفرصة مزيلة ما شفناش كوبلاينرز في وان في وان بعد دقيقة عشرين لكن نتصور مش تكون صعب عليها الان مشي اجد نفسه امام الشادو والكر نتصور نتصور تونفخ عليه يطيح نتصور 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 موجود ولكن سيسل طرف الاشف التماتل من طرف المصفر جنيريو يحاول اختر جسكيلز والفلاشات موجود سايكلون الركان موجود لمساعده موكتب بانستلي جنيج جيد موجود ارئول از اسخوت الآن يتصيب ولكن سيسل طرف ومسكول كيف يلا غير ممكن انسان ما زال له اريو مزال له الكل ما زال له لكن ما زال ما فيه اشكيل جيد صور يتخدم تي بي من طرف سانيو في الباكلاين على نفس جسكيلز وياخد فيها اكل سانيو شوتداون اخر المتاعه الفشاط موجود من طرف النواف ضعب الكالة من طرف السانيو ومازالة تشيس موجودة مازالية بحاجة على النواف مازالية بحاجة على الاكسر من ذلك بلادي القوين من 0-3 إلى 3-3 وما يشوف سانيو مازال مبدو صر الغاية مازال يتخدم على الأستاذ نواف أمام ريبانجر الآن عنده الكيش ريبانجر ولكن نشوف هذا الدابليو من طرف على الأستاذ قوين بكل سهولة يخرج من السيسي السانيو في الدامج الكبير مازال 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 السانيو في الدامجر الغاية عمل وصح بالنواف يقدر كيل سانيو في الدامجر الغاية هو كمان شوتداون من طرف الأستاذ نواف وهذا هو اللي يصير عندما تكون فورسنج للفايت كهذا أريو كان بعيد الغاية وما يستطع ويساعد مكنش الواف موجودة يا رجل وف يعني هذي الكل بدأ في البودسايد مع الأستاذ شادو والكر بعد ما مات بطبيعة يريدو حاول يستعمل ألتميت بطيعه لكن كان مضطر يستعمل فلاش حتى ينجو بجلده يهرب من هذا الوو كونغ بطبيعة من عند سانيو كان في توقيت جيد جداً و جاي سكيلز أجاب على السؤال المتاعي كنت أتمنى نشوفه يحاول يعمل فيك للكلون أعملها ولكن مش عاله سانيو ماذا مع هذي القوين الحاجة اللي صارت يريدو أن الكيلز يجب أن يذهبوا الثانيو الآن أصبح عن تي بي آل مفتاح جديد للفوز اللي هو القوين في السايد لينز مش عارف هل أنه تربح الوان في وانز على ما يبدو يس أما نتمنى أنه تصير الفرصة نتمنى أن نشوفه الثانيو في وان في وان مع بورو نتمنى الصراحة للصراحات ممكن يكون وان في وان من طرف سانيو لينو كان علي فوكس كب جدا في الأولي جيم لكن الآن التويكيز والفوركيز اللي خدأ ممكن يكون عنده بحث على هذا الوان في وان بحث على إثبات نفسه أمام بورو في هذه الكميين مازال ما شخنا هذا الوان في وان لون دائما عندما يكون فورو في اللين يكون موجود في الوضعية المعاكسة في الخريطة بالضبط الآن جليل فارق عبال والصحبة عندهم تنين واحدة أمام ثلاثة والصورل بوينت موجودة من طرف تي بي ألتين يكون موجودة عنهم هنا ثلاثين ثانية من سيصلت على البوت سايد فرايو على البوت سايد فيجن نشوف مع بعض أشياء يصير يو السادي جالي بالنسبة لتي بي أل حتى إذا كان ضحاو بالتنين هذائي مش مشكل ما هو إلا ثاني واحد يكون في رسيد عبال إذا حسوا أنهم مش في أحسن وضع للفايت ممكن يقول لك خلينا انتظروا فرصة أحسن خاصة أنه إذا كان نلقيه نظرة من وجهة نظر تي بي أل ما عندهم حتى فيجن موجودة في الريفر فالحق مش تكون ريسكي جدا إذا يحاول يعملوا كونتس بطبيعة شادو وولكر لازم يكون هو اللي يمد وجه هو اللي يعمل فايتشيك مربما شوفاني جي سكيلز في الفرنط لاين كيش مستطل الهدف نساعة شادو وولكر بالفيس براكن ومساعة جي سكيلز بسي مات الأشكري سالعر ووجوده بورو من جال أخرى في فراكب مستجوك يشوف ثاني وفي الفروطاني جي سكيلز يتخدم مباشرة في الكلام ومتعوا عليه إكسوس عند كيش من طرف المساعة من طرف السيد فيجر ولكن مراكاة بالشارمين والفيس براكن من طرف الأستاذ ساتو لأي ميكري يا السلام ومتعرف الأستاذ شادو وولكر الآن جي سكيلز فهذا نحن في جي اي عليها الفلاش اوت مباشرة للنواف بالفوتشارت يأخذ فيها كل وان فرون إلى حدي الآن وان فرون خلينا نقول له بورو مات هو كمان والسانيو يحاول يأخذها التنين هذه السول البوينت لفارق تي بي ال ما زال نواف ودي كافه وشودين جي سكيلز سوبر لو سانيو وان اش بي نوا بلوتو أتاك سلائريو جي سكيلز يهرب بهذا الوكوم غير كافي سانيو وان اش بي التريك غير موت على يدي سيكون فيها السول من طرف تي بي ال ولكن مات ثانيو سيطل فريق ساعة شدا نحاول بالكيو وشود على النواف شادو وولكر وان اش بي ايريو وان اش بي ولكن سول من نصير فاريخ تي بي ال البر الناشر سيكون موجود معنا من هنا توت ساكنز هاو الآن موجود هل سيستطيع فريق عملوا صحبة جي سكيلز ودي كاف ان يقوموا بي مش عندهم دي باس الكافي على ما ادون ممكن نشوفه ريسات من طرف شادو ووركر وكنتست من طرف تي بي ال ها عضاء المسررين انهم يأخذوا هذا البر ومخاصة بالتي بي مش يحضر معهم الان وروق يستعمل تي بي متاع وكنت استرهيب يصير لورد بعيد وميت اي 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 سيطل غير موجود نو سميت من طرف تي بي البر الناشر موجود ولكن غير ممكن هنا عابة والصحبة بالبارن الأول من المباراة لهم مباشرة من الطوب سايت اش تسعة صول موجودة مع تي بي ال ولكن بارن اجر من طرف عبعالو الصحبة موجودة مع الفريق المصري الظروف طعبة ولكن اريو 2-0 ممكن يقوم بشيء ما في تنفايت المقبل بالبولة تايمتاو يجب أن يأخذ هذه الثلاث فقط حسن السياس يعني ما شاء الله 309 دعنا نقوله 310 بره 320 سيطل تقدم جدا الى حد الان على هذا المستوي ونزلنا بطبيعة نستنى وفي مزيد من الفايتس تي بي ال عندهم السول عبعال اللي عندهم البرون بوفو ولكن ما تصور شي نجب يعمل الكثير به عندك في السايد لينز بطبيعة ثانيو ممكن يوقف اي محاولات متعبوش ومجلة الأخرى حتى في الفور في فور تيم فايتس ما تصورش أنه عبعال واثقين في نفسهم بدرجة أنهم يبدأوا الفايت يعملوا انجاج إلا إذا كان بطريقة ما دي كاوب يلقى تيك ولا في الأحلام بالكريستل أروز اللي عودنا عليهم أما حسب ما شوفنا في أخر فايت ريزو ما هي تكون المهمة سهلة يعني التبيعيل مزالوا في هنا موجود الشارب لا هو في الفونت لاين هيريو ما زال عنده الضمجر كافي شادووركر كايش مباشرة عنده هاي ميكرو تومبوريزايشن لا ألتمايت زر بطونة الأستاذ فيجر ريفانجر يأخذ الكلب كالسل هولا بالألتمايت متاعه والآن يخليها 4v4 هل تكون هذا كافي أم لا هذا هو السؤال المطروح هيريو في الدفاع في سطل بلين ما زال الثاني و بوشين كنت رقمي اثنان اي 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 استاذي جيليفيش ماذا يحدث في المبارات أنا هذا اللي كنت نبحث عليه الإجابة على السؤال هل أنه السانيو قادر يربح 1v1s ولا الإجابة هي نعم فالآن تيفيال عندهم ورقة مكشوفة أو مقلوبة ممكن يستعملوها اللي هي السانيو ولا ويحد ممكن يوقفه في سايدلين إظهر يجي عان يشم في رائحة الفاريسة يلووج على الفاريسة نعم يبحث عن الألتمايت مستعمال من طرف سانيو امام ديكاب امام روزة جيس كيس 1 مستعمال من طرف سانيو اتخذ بلوتيمات ديكاب ديكاب يحاول العيش ولكن ثانيو بيتر فاس بيخاص يأخذ الكل جيس كيس بقفة الاسفة جدا للمساعدة موجودة امطر فتيل تورد لكن يأخذ الكل جيس كيس هو كمان 1v1 لحدي الآن موجودة الركان بالشارم هو كمان سوبر تانكي هذا الوو كونغ ولكن فخر مطاف غاية 1v1 ولكن هل هي ورث؟ يبقوا بدون سانيو فريق تي بي ال هنشوف مع بعض هش خيصير الآن الإجابة من طرف فريق عاملو الصحبة لا يوجد صحبة يعني مش مش تكون ورث لأنا لأي واحد في التيمس حسب رأي هنا شوية وقت ضايع فقط من أجل المحتوم كما نقوله 18 سناش النتيجة إلى حد الآن فريق في القول تقلس إلى 4000 فريق بل كان 5000 6000 وعلى ما أعتقد سانيو هو كان لي فضل كبير جدا في هذه الإنجازات والتقدمات اللي قاعد يشد فيها تي بي ال بعد مرور نصف ساعة على المباراة وعلى ما يبدو مزلتم طولة الجيم هذه يا ريزو بالرغم لتي بي ال عندهم الصول مع بعض المجيال الأخرى عندهم للبانت في القول ما مزلت مش عارف شكوم قادر يربح مئة بالمئة تيم فايتس على كل حال سانيو ولا واحد ممكن يربحوا الآن في الوان بي وان القوين هادي دايما بشكون موجودة في السايد ليينز بشتكون الشوكة في حلقة عبعة لازم على الأقل الثنين يمشي ويحاول يوقفوا يا على الأقل اثنين ومو حالوشي اثنين تكون كافية لازم يكون اثنين عندهم كلات وعندهم دامج كبير لإيقاف السانيو الصراحة لازم يكون بينهم جي سكيلز عنده الرينج عنده دامج في كلوز رينج وغيكون هدا فاونتر لي الميس مطلع السانيو مجال أخر شرد وولكر فضيلة ما شدن كرسة أروا علي فراشات مصارشة إنسانتية سير عمالي بورو بورو عنده ولكن ما كانش بزيطه استعماله بلوقت المناسب نوع التيميت ديكاب ولكن شعض وولكر ميدلايف الاحدي الآن يحاول دفاع البوتسايد غير ممكن غيكون فاتر تلاتة نقم اثنين من فريق في البوتلين ممتازة من طرف فريق تي بي أل أدنا ألدر من هنا خمسين ثانية أدنا بارل من هنا دقيقة وثلاثين ثانية سانيو مازالي حاول البوش في التوبصايد عنده ليس عنده تي بي الصراحة لازم الحذر لازم على السانيو أنه يكون كاتر مع فريقه في النيكس تيم فايت لازم على أريو أنه يقوم بالدماج متاعه في النيكس تيم فايت لازم يكون فيها ومبو كومبو للفوز العابة للصحبة من جي الأخرى العابة للصحبة عندهم دي كاف و نواف عندهم جي سكيلز و بورو الظروفة تكون صعبة خاصة بالزونة الموجودة الموجودة في سيد ريمنجر بالإفر فروست والكيج سيكون الأخير ولكن من سيستطيع الفائز في هذا الفائز على هذا الألدر دريك هذا هو السؤال الفائز في هذا الفائز عيفوس المباراة من دون أي شك في الناس لازم يترجم من دون الكيسر الآن لا يوجد الكهز تframes الصحبة نرى مع بعض زونة الموجودة من طرفهم من الضرف الآشخور إيدراوز سيد ريمنجر سيتطائم لكن المباراة ستطع чем brake بها لتعامل لا يوجد في الناس سيد ريمنجر مرات مهرب في هذا الفائز هذا هو سؤال وعادا في الناس الناس هituation جيدة بورو عميلة زيزي مباشرة ولازم عندي في العرب هنا بعد بإهتمام عميلة ريفن معد مباشرة في العريو على التكيزي تنفذ بورو أنه هو هو يتفع عميلة ويحاول الكايتينج ويحاولون دون داكس ويقال ويحاولون 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 في كالتراء من تلف بورو بهذه الكامي سوف تكون هذه النهاية عب العلوى الصحبة بمساعدة جي سكيلز و بورو على الألدى دريك في الدقيقة 35 من المباراة و الثالث نسيت تكون الحق لكن ثلاثة يخرجوا في دمج رهيب جدا للأسف تبيل لم يكن قادر أن يفوز بالفايت هذا من حسن عب العلوى الآن الثانين معادش تهم برش الحق الأربعة دريكس اللي عند تبيل مش عارف ممكن تقعدوا تفرجوا فيهم فقط لأن الألدر دريك الثانين الأعظم ولا اشتماه ربي بالعربي في حوزة عب العلوى الآن وعلى ما يبدو بارن كذلك ريزو فايت فايت بشي سير قد يكون الأخير ربيوستر بارن فايت غاكم صعب خاصة بوجود التنين الأسطوري الألدر دريك على عب العلوى الصحبة عندهم الأدفانتج عندهم الإكزيكيوت فاور لهذا التنين صعب جدا اعتبار أن يقوموا بأي شيء ربما الكول يكون هو تركو لهم البارن ربما يكون محاولة تسير فقط من سيتلورد لو مات هو وحده ممكن يكون فيها مزاد يعني محاولة في هذه المباراة سيتلورد الترد تسقط في الفوتسايد من طرف المساد ثاني ولكن البارن يذهب لي عبعا الصحبة نزال هنا في الفور في فايف في الفوتسايد ثاني يأخذ فيها ترد فقط إجابة مقنعة كان غير ممكن الفايتين هنا صراحة هنا ستكون ميستيك بيرا لو سووا فايت إذا أخذوا فيها ترد فقط نشوف مع بعض ما سيحدث بارن فور بلاي غير محطة حتى أن يجب نحو بايتين من أخرى من أفضل ميزيل ميزيل كرة وغير من الساحل المترجم للقناة الحذر هذه الوطا وطاك ممكن تطفون بالضمار الشامل تيت لورد يحاول يجيب ستيب الدراوزي اللي شبناه في الاصل يو 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 شادو ورقر اسداد يسلم على الزامج وفورو بريينجج ثاني وي دفليو حاول التنفوليزيشن لا سيفون ذاك في إنسان بريينجج لا جيد سكيز بنو كوف بوكسة جيدة لحدة الأن الكلمة مطلب نواب الكلمة موجود من طلب رزاد فورو تيت لورد غيموجه وأكما ندور كلي نواب والنكترزيز داون الجي جي والبلاد عبال والصحبة هيقوموا بها أداء ولا في الأحلام تي بي أل مستيكس كانت موجودة والفوز والأول خاصة لعبال والصحبة هيكون موجود معهم في هذه المباراة الف مبروك العبال الحق فوز مقنع جدا يعني مش عارف لا فيه لغبار لشوائب لا ولا شي البداية يمكن كانت صعبة شوي عليهم أما الحق يعني أول ما استلموا الشباب زمام الأمور كان خلاص الثاني الحق ومشوية كذلك كثير من الكيلز حاول يعمل يعليه في السايد لينز لكن للأسف الشي ذايا مكانش قادر أن يوقف عبال الحاجة معناه اللي قلقتني هي أخير دقيقة ريزو الناس لكل ضايعت كل شي تقريب معناها الالتمايت متع ديكاب الالتمايت متع جين ما كان عندهم حتى فايدة الالتمايت متع اريو إذا كان قادرين نسميه تيلت لورد يلقى دراوزي على تاركت واحد فقط مفهمت شما الفور ضروف صعبة تي بي أيل لازم عليهم تعلموا من أخطائهم لأنهم الآن شفنا الكثير من الأخطاء ممكن ما زال اتتركوا أخطائهم هذه فقط بدايتة مازال عندهم فرصة في الكمباك ولكن مش مشكلة خيلنا ناخد بريك قصير تم ما نعود إليكم أيضا المشاهدين في مباراة اليوم فوكس جيمينج أغانست جي كاي وهذا هو المنتظر من طرف الجمهور حد موافق لي سي بي أيل جي جي والبيد لعملوا صحبة نشوفكم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر